بسم الله الرحمن الرحيم أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصل عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومها فترى القوم فيها سراك أنهم أعجاز نخل خاويا فهل ترى لهم من باقيا وجاء فرعون ومن قبلا والمؤتفكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغلناها حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا نكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واعية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تغفى منكم خافيا فأنا من أوتي كتابه بيميني فيقول هاهم قرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضيا في جنة عاليا قطوفها دانيا كلوا واشرغوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخاليا وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتا كانت القاضيا ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوا فهلوا خذوا فهلوا ثم الجحيم صليوا ثم في سلسلة ذرعوا سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هؤلاء حميم ولا طعام إلا من غسلهم لا يأكلوا إلا الخاطرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كائن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعضا لقاوير لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر